لا تنفك الأزمة المعيشية تتفاقم في لبنان وأبلغ ترجمة لذلك الارتفاع المضطرد في أسعار المواد الغذائية هذا الارتفاع الذي بدأ مع تراجع سعر العملة الوطنية في مقابل الدولار وتواصل مع تنفيذ التعبئة العامة الذي قارب الشهر يؤكد معنيون أن المحاصيل موجودة ولكن استيرادها يتطلب وقتاً نتيجة التباطئ الذي أحدثته مواجهة فيروس كورونا في الموانئ والاقتصادات العالمية البضائع موجودة لكن شوي ورا شوي عم بيصير في صعوبة أكتر وعم بيصير في نقص إذا ضلت مشكلة اللوكداون هيك نحن منخشى أنه على المدى المتوسط يعني بعد شهر أو شهرين يكون عنا مشكلة أكبر هلأ يمكن ينقص كم صنف هي في أصناف نقصة من الأساس من فرق العملة من نقص العملة لكن لحديث هلأ المواد الأساسية عم نحكي رز سكر بن شاي معلبات بعدها موجودة لكن أنا برجع أبأكد لك بلشنا نحس ببوادر أنه يصير في نقص بات من المستحيل على مراقبي وزارة الاقتصاد المقارنة بين الأسعار لتحديد المخالفات فهذه الأسعار تبدلت بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي لذا تشتمل المراقبة على مقارنة هوامش الربح التي من المفترض أن تكون أقل من السابق تطبيقا لمنطق التضامن الإنساني وتأمينا لاستمرارية المؤسسات نحن اللي عم نطلب من المؤسسات وعمل رائب على أساسه أنه أكيد ما حدا يشتغل بخسارة يربح بس يربح الربح العادة اللي بيأمن استمرارية المؤسسة اليوم مش وقت عملين سروات واستغلال العالم بهتظار في الاستثنائي فيه كمان عدد عنده مسؤولية اجتماعية وعنده نوع من الحس الإنساني بس كمان ما فيني أنكر أنه كمان فيه بسوق ناس عم تستغل هالوضع الاستثنائي هالأوضاع الاستثنائي لتعمل سروات وهون اللي عم يتلاحق لا تزال الأزمة المعيشية في خضمها خصوصا أن تعزيز الانتاج المحلي يتطلب وقتا لأن هذا الانتاج يعتمد بدوره على استيراد العديد من المواد الأولية بين 60 و70% تقدر مراجع في وزارة الاقتصاد نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان ولأننا في بلد يستورد معظم غذائه فإن الأزمة مرشحة لأن تطول مع تغيير لا بد منه في النمط الاستهلاكي والغذائي في لبنان ترجمة نانسي قنقر